السويد الاسم البعيد عن اليمن تاريخاً وجغرافيا وربما علاقات ثنائية أيضاً باستثناء المنح السويدية والمعونات الإنسانية لليمن ومنح اليمنين المقيمين في السويد حقوقًا إنسانيةً أبرزها الحق في المواطنة وذكريات أخرى بين اليمن وستوك هولم من بينها البعثات السويدية إلى اليمن دخول السويد على خط الأزمة اليمنية هو الرابط السياسي الأبرز بين اليمن والسويد ربما منذ تأسيس الدولة اليمنية الحديثة خصوصا أن الأمر تمثل في بعث السويد مفدا إلى صنعاء بغرض التفاوض مع ميليشيا الحوثي بخصوص الترتيبات الجارية المتعلقة بالمشاورات السياسية علاقة السويد بالتحالف العربي ليست على ما يرام ولها أثار تمتد إلى العام 2015 حينما انتقدت وزيرة الخارجية سجل المملكة العربية السعودية المتعلقة بحقوق الإنسان إبان الحكم الصادري بحق المدون السعودي رائف بدوي السلطات السعودية حينها ردت بمنع الوزيرة السويدية من إلقاء كلمة أمام اجتماع للجامعة العربية بناء على دعوة من أمينه العام نابير العربي وسحبت سفيرها من استوك هولم ولوحت بقطع شامل للعلاقات بين البلدين وهذا بحسب متابعين قد يعقد المشهد السياسي في اليمن إذا ما تم الحديث عن المشاورات من المقرر أن تستظيفها السويد تضم أطراف الأزمة اليمنية ووجود مبعوث سويدي يتحرك بالتوازي مع المبعوث الأممي تحت عنوان حل حالة الأزمة اليمنية الحضور المباشر للسويد في خط الأزمة اليمنية ينطلق من كونه الرئيس الدوري لمجلس الأمن وتسعى إلى أحداث أثر ملموس في الأزمة اليمنية كونها الأزمة المتصلة بمجلس الأمن على أكثر من صعيد منذ وضع اليمن تحت البند السابع إلى القرار 22-16 وبيانات المجلس ذات الصلاة